قوات حلف الناتو ستبقى في العراق بناء على طلب حكومة العبادي هكذا صرح يانس ستولتنبيرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي خلال زيارته إلى بغداد زيارة عكست إلى حد كبير توجه الحلف نحو تدعيم وجوده العسكري بالعراق في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة مدفوعا برغبة أمريكية في البقاء على الأرض العراقية تحت مظلة الناتو بعيدا عن بنود اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد والتي لا تتيح للقوات الأمريكية البقاء بعد انتهاء الحرب ضد التنظيم غير أن ذلك التوجه من جانب العبادي من شأنه أن يثير حفيظة جهات نافذة تشاركه السلطة أو تنافسه عليها فميليشيات الحجد وامتداداتها السياسية بدأت مبكرا التعبير عن معارضتها استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق مطالبة العبادي بوضع جدول زمني لخروج تلك القوات بل إن بعض تلك الميليشيات هدد باللجوء إلى القوة لإخراج العسكريين الأمريكيين من العراق ولا عجب في الموقف الميليشيوي المتشدد تجاه القوات الأمريكية أو غيرها من القوات الغربية في إيران ترى في واشنطن منافسا لها في النفوذ على الأرض العراقية وميليشيات الحجد ترتبط بإيران ارتباطا يمتد من الولاء المذهبي والسياسي إلى الولاء التنظيمي إذن كثير من قادة الميليشيات عملوا في صفوف الحرس الثوري الإيراني بل حرب بعضهم ضد بلده إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي الإدارة الأمريكية تسعى على ما يبدو إلى تصحيح ما تعتبره خطأا استراتيجيا مثله الانسحاب العسكري من العراق المعلن في 2011 بينما يرى محللون أن العراق لن ينعم بالاستقرار طالما بقي الوجود الأجنبي على أرضه وطالما بقي قرار حكوماته رهن صراع النفوذ بين طهران وواشنطن موسيقى